المستوى الرابع ابتدائي المرجع المفيد في الرياضيات تقويم ودعم وتوليف تعلمات واحد من خلال الدروس التي سبقت على المتعلم أن يوظف التقنية الاعتيادية للجمع والطرح والضرب في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999 ثم أن يتعرف ويصف وينشئ المضلعات الرباعية أي متوازل أطلاح المستطيل المعين والمربع أن يقرأ ويكتب ويمثل ويقارن ويرتب الأعداد من 0 إلى 999999 ثم آخرا أن يتعرف الأعمدة المبيانية والتمثيل المبياني ويقرأ ويفسر البيانات ألاحظ ثم أحدد منزلة الرقم الأخضر هنا على اليمين وعدد العشرات في الأعداد هنا على اليسار من نسبة للعدد الأول 5631 وثلاثون إذن الرقم الأخضر يمثله رقم العشرات وعدد العشرات هو ثلاثون 6870 الرقم الأخضر الذي هو ستة يمثل الآلاف وعدد العشرات هي هو سبعون 4209 رقم الوحدات تسعة يمثل وحدات وعدد العشرات في الأعداد صفر لاحظوا هنا صفر 65 ستة يمثل عشرات وعدد العشرات هو ستون نشاط الثاني أكتب الأعداد المطلوبة باستعمال الأرقام التي تحملها زينب إذن زينب تحمل في البانونات رقم ثلاثة رقم سبعة رقم خمسة رقم اثناني المطلوب أكبر عدد من أربعة أرقام هذه الأرقام إذن أبدأ بما أن العدد سيتكون من أربعة أرقام إذن أكبر رقم سيكون هو رقم الآلاف الذي هو سبعة ثم يليه خمسة ثم ثلاثة ثم اثناني إذن أكبر عدد من هذه الأرقام هو سبعة آلاف وخمسمائة واثناني وثلاثون أرتبها عندما يطلب منا كتابة عدد من الأرقام ويكون أكبر عدد مثلا من هذه الأرقام أرتبها من الأكبر إلى الأصغر ثم عندما يطلب منا كتابة أصغر عدد من الأرقام المطلوبة في أي ناشاط أرتبها من الأصغر إلى الأكبر إذن هنا أصغر عدد سيكون الفاني وثلاثمائة وسبعة وخمسون ثم عددا محصورا بين سبعمائة وسبعمائة وخمسون إذن سيكون رقم مئات هو سبعة ثم اثنان وثلاثون سبعمائة واثنان وثلاثون محصورا بين أثنان وثلاثمائة وثلاثمائة وخمسون ثم اثنان وثلاثمائة والثاء 5 plus 1 plus 6 ça fait 12, j'écris 2 et je réserve en 6 plus 1 plus 4, 11, 3 plus 1 plus 5, 9. Alors la somme c'est 9.121. Opération de soustraction. 8.764 moins 5.457. 4 moins 7, non. Je prends 10 et je la remets en bas. 14 moins 7, 7. 6 moins 6, 0. 7 moins 4, 3. Plus tôt 8, moins 5, ça fait 3. Et la différence c'est 3.307. Opération de multiplication. 452 x 8, 2 x 8, 16. 5 x 8, 40, plus 1, 41. 4 x 8, 32. 2, plus 4, 3.066. unicit. 5 Jest. 5, 4, 1, 2, 1. 5, 4, 1. 2, 1, 2, 1. Iduio. سفر زائد تمانية تسعة خمسة زائد سفر خمسة واحد زائد سفر واحد المجموع هو الف وخمسمائة وستة وتسعون عمليات الفرق الف ومئتاني ناقص تسعة وتسعون سفر ناقص تسعة لا يمكن ان اتسلف ارد سلف عشرة ناقص تسعة واحد عشرة ناقص عشرة صفر اتناني ناقص واحد واحد ناقص صفر واحد الفرق هو الف ومئة وواحد عمليات الضرب مئة وتسعة وعشرون في ثمانية تسعة في تمانية اتناني وسبعون اكتب اتناني واحتفظ بسبع تمانية في اتناني ستة عشر زائد سبعة ثلاثة وعشرون تمانية في واحد تمانية زائد اتناني عشرة جودة هو الف واثناني وثلاثون نمر الهندسة انشئ مستطيلا ابي سيدي علما ان ابي تسوي خمسة سنتيمتر و ادي تسوي ثلاثة سنتيمتر هنا لدي طريقتان استعمل البركار او المثلث اذا اولا اقيص الضلع ابي خمسة سنتيمتر بالمستارة وانشئه ثم اخذ المثلث وان تكون احرص على ان تكون الزاوية قائمة في ا نقطة الطلاق مبين هدين الزلعين ايضا الزاوية ستكون قائمة في ا ارصم مؤدي ثلاثة سنتيمتر اكمل بالمثلث او استعمل البركار نفس الشيء بالنسبة لهذا النشاط هنا مطلوب اشاء مربع طول ضلعه اربعة سنتيمتر اقوم بتصوير فيديو يبين طريقة انشاء مربع والمستطيل والمعين والمتوازي الاطلاع بالمثلث و بالبركار وقارن بوضع الرمز المناسب اصغر من او اكبر من او يساوي اذا نلاحظ قبل ان ابدأ بالمقارنة اقرأ العددين او الاحظ العددين فقط احسب عدد الارقام المتواجدة في كل عدد مثلا هنا ودائما ابدأ المقارنة من اليسار لا ابدأ المقارنة من اليمين دائما ابدأ المقارنة من اليسار اذا هنا لدي العدد مكون من خمسة ارقام وهنا لدي العدد مكون من ستة ارقام إذن إذا أردت أن لا أقرأ العددين العدد الذي يشتمل على خمسة أرقام بطبيعة الحالي أصغر من العدد المكون من ستة أرقام والعدد هنا وأقرأ الآن 53998 أصغر من 501 ألف وإثنان نمر إلى العددين تليين هنا ستة أرقام وهنا ستة أرقام إذن أمر للمقارنة وأبدأ برقم مئات الآلاف هنا لدي أربعة وهنا أربعة قد تساول عددين هنا في رقم عشرة الآلاف أربعة وهنا في رقم عشرة الآلاف ثلاثة إذن أربعة أكبر من ثلاثة إذن هذا العدد الذي هو 440701 أكبر من 439985 العدد العددين تليين تسعة آلاف إذن هذا العدد مكون من أربعة أرقام وهذا العدد مكون من خمسة أرقام إذن أصغر بعض الأطفال يرون هنا تسعة ويرون هنا واحد ويقولون تسعة أكبر من واحد إذن هذا العدد أكبر لا دائما أحسبوا عدد الأرقام في كل عدد إذن رغم أن لدي هنا تسعة وهنا واحد أو هنا صفر فهذا العدد سأصغر من عشرة آلاف تسعة آلاف وتمانمائة وسبعة وتسعة هنا أصغر من عشرة آلاف لأن هذا فيه ربعة الأرقام وهذا فيه خمسة أرقام مئة ألف ملاحظة هنا ستة أرقام وهنا خمسة أرقام إذن أكبر من نفس الشيء بعض الأطفال يعتقدون أن هذا العدد يشتمل على رقم واحد والأصفر ويقولون رقم صفر صغير وهنا لدي تسعة وهنا تمانية إذن هذا العدد هذا العدد سيكون أصغر من هذا العدد لا دائما أحسبوا رقم عدد الأرقام في كل عدد هنا ستة أرقام هنا خمسة أرقام إذن العدد الذي يشتمل على ستة أرقام أكبر من العدد الذي يشتمل على خمسة أرقام جندك avec X la voiture la plus chère et avec O celle la moins chère la voiture rouge son prix est 200 200 dirhams la voiture noire 200 999 dirhams et la voiture marron son prix c'est 220 020 dirhams alors j'indique la plus chère la plus chère regardez j'ai ici 2 2 2 2 égalité j'ai ici 0 0 2 voilà voilà la voiture la plus chère je compare maintenant les deux restantes j'ai ici 2 2 0 0 2 0 alors la plus chère la plus chère 9 بإضافة عمود يمثل عدد النقط التي حصلت عليها ولا إذن في هذا المبيان لدي أمينة حصلت على 85 نقطة محمد حصل على 75 نقطة ولا عدد نقطها مجهول سنقوم بتحديده شهد حصلت على 90 نقطة إذن من خلال المعطيات شهد هي التي احتلت الرتبة الأولى ولا هي الرتبة الثالثة بمعنى أنها ستكون أقل من نقطها ستكون أقل من عدد نقط أمينة إذن ستكون سجلت 80 إذن لاحظوا شهد هي التي احتلت الرتبة الأولى أمينة هي التي احتلت الرتبة الثانية ولا هي الرتبة الثالثة ما هو مذكور في المعطيات وآخر المحمد هو الذي سجل أقل عدد من النقط الطاقة الاستيعابية لملعب كرة القدم هي 9500 مقعد تم بيع 2500 تذكيرة لمعرفة عدد المقاعد الشاغرة أي الفارغة أي التي لم يتم بيع تذاكرها ما العملية التي سأقوم بها إذن لدي 9500 مقعد بيع 2500 تذكيرة ما هو عدد التذاكر الباقية إذن سأقوم بعملية الطرح بطبيعة الحال ومنجز العملية في دفتار عموديا هكذا 9500 ناقص 2500 دائما الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئة تحت المئة الآلف تحت الآلف أرتب أولا عناصر العملية ثم أقوم بإنجازها دائما في كل شريط أقوم بتصويره أؤكد على ذلك لأن ما ألاحظه أن وضع العملية يكون خطيئ وبالتالي يكون سواء الفارق أو الجامع أو الضرب يكون تكون العمليات خطيئة إذن 0-0 0-0 5-5 0-9-2 7000 إذن عدد المقاعد الشاغرة أي الفارغة هي 7000 مقاعد أنتم تنجزون العملية في دفتاركم وتكتبون عدد المقاعد الفارغة أو الشاغرة هو 7000 جنجزون العمليات خطيئة جنجزون العملية خطيئة جنجزون العمليات 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 خطيئة عشرة تلاميذ عدد تلاميذ الذين يفضلون النارجس خمسة عدد تلاميذ الذين يفضلون السوسل تسعة عدد تلاميذ الذين يفضلون الأقحوان ستة إذن المطلوب هنا أي زهرة اختارها أقل عدد من التلاميذ أستعين بالمخطط وألاحظ العمود الأقصر أي أقصر عمود إذن خمسة تلاميذ يفضلون النارجس إذن أي زهرة اختارها أقل عدد من التلاميذ هي زهرة النارجس ما الظهور التي يفضلها الأطفال أكثر من الأقحوان أكثر من الأقحوان أين هو الأقحوان إذن هذا العمود إذن ما هي الأظهر أضع قلم الرصاص أو مستارا وألاحظ الأعمدة التي تتجاوز الأقحوان هي عم أعمدة السوسن والتوليب والورد إذن أظهر هي السوسن السوسن التوليب والورد كم مجموعة تلاميذ هذا القسم أقوم بجمعي سبع الذين يفضلون الورد زائد عشرة يفضلون التوليب زائد خمسة يفضلون النرجس زائد سوسن تسعة زائد ستة الأقحوان وأحسب سبعة عشر زائد خمسة اتنان وعشرون زائد تسعة اتنان وعشرون زائد تسعة سبعة عشر زائد خمسة زائد